صباح الرضا واللي علودين انقضى كيف حالكم ان شاء الله كلكم طيبين طبعا نبدأ صباحنا ونصلي الفقر وبعد ما نصلي الفقر كده نقرالنا شوية قرآن ونصب كده ماء ونشرب أنا أشرب صراحة دواء يعني ولازم أكل بعد الدواء بنص ساعة أو ساعة وندخل المطبخ ونعمل فطور للي طلب مني قرص خبز يشتي خبز صحة ويقول لي يشتي خبز معلش هنا استرو على ما وقهتوا هنا الدولاب كلهم لخبط إن شاء الله لما أجيب راشان البيت ونرتب الدولاب هذا كله مع بعض هنا عندي طحين اكتشفت إنه ما عنديش طحين بر إلا نص كوب طحين وهنا طحين أبيض أنا أحط الطحين الأبيض بهذه العلبة هذه العلبة قبت من الكماليات كتير حلوة أظن بـ 10 ريال أخدت حلوة كتير عادة لو أجيب للرز بيطلع كمان أحسن حتى سهلة في الاستخدام أضفت نص كوب من الدقيقة الأبيض ونص كوب من الدقيقة البر هنا لازم أنخل البول لإني مرات أشوفه ألاقي حبات فلازم أصفي وكمان مرميش إنه خالة أستخدمين في اللعيش لما أعمال خبز عيش رغيف حلوة أفرد عليها الخبز وأضيف ملعقة صغيرة من الحليب البودر وكمان ربع ملعقة من السكر وكمان ربع ملعقة من الملح الحليب والسكر اختياري في بعضهم يضوفوش بس أني أحب أضيفه السكر والحليب إضافة من عندي وفي كثير يضوفو بعضهم يضوفو زبادي في خبز الطاوة خلص بعدين أعقنا بماء على حرارة الغرفة ما يكونش الماء حار ولا دافي بحرارة الغرفة لأن القو حما عندنا حار القو فيكون الماء بحرارة الغرفة لكن إذا كان شتاء أعقنا بماء دافي وهنا ذكرت إنه زوجي طلب يشتي بحبات البركة الخبز وهو يحبه بحبات البركة وكمان يطلع حلو فأضفت له شوية حبات البركة وتأكلوا والله بعملكم ألد ألد خبزة تأكلوها طبعا يعقنوها إلي أن تلاقوا عقينة طرية بس ما تتلسقش باليد تكون متماسكة بس طرية غلفوها بكيس وخلوها ترتاح خمس دقائق عشر دقائق لازم ترتاح عشان يسهل علينا الفرد نفرده وهنا بقهز الطاوة طبعا هذي الطاوة طاوة حديد تقيلة فهي تطفيلي النار لازم أرفعه بحديدة لأنه دخلته دايركت على النار تطفي النار لأنه حساس كمان الجهاز وكيد اللي حمر معايا دي الخشبة أني قبته من عدن من بحكي لكم بعدين من فين قبته خلاص الآن ببدأ أسوي الشاهي عندي ملعقتين صغيرة من الشاهي الكبوس وسكر حسب الرغبة ولأني استخدمت ملعقتين باستخدم كوبين من الماء وخلاص وهتطلعه على النار يغلي على النار هذا على بال ما أفرد العقينة أو الخبز هنا عندي ملعقة من السمنة السمنة هذي حيوانية قارتي الله يعطيها الصحة والعافية من مصر قابت لي إياها أمي تعملي ربنا يسعدهم يا رب تعملي سمن حيواني وكتير حلو خلاص واضيف سمنة ملعقة سمنة وملعقة زيتة أو نص كوب سمنة ونص كوب زيت إذا بتعملو كمية الآن بفرده تمام تمام طبعا هناك لازم يكون الصاق تسخن يبدأ تسخنوا الصاق أو الطاوة لازم تبدأوا تسخنوها وابدأ أفرده على الزيت والسمنة اللي دهنت على الرخامة وتفردوها شوفوا انتبهوا تتقطع معاكم حاولوا قدر الإمكان إن العقينة ما تتقطعش عشان ليش إذا ما تقطعتش معاكم بتنتفخ الخبزة الخبزة تنتفخ لما تكون العقينة مش مقطعة وتفردوها بشكل رفيع شوفوا أني قدر الإمكان أفرده وكل ما كانت العقينة مرتاحة تنفرد معاكم بسهولة شوفوا من غير ما تتقطع إذا كانت مش مرتاحة بتتقطع معاكم وكمان نوع الضقيق إذا كان نوع الضقيق اللي تستخدموه مش حلو العقينة بتتقطع معاكم لما تفردوها أنا النوع الضقيق البر حلو جدا حلو استخدمت إماراتي دبي يسمونه بر لكن النوع الأبيض اللي استخدمته الطحين الأبيض أنا ما توفقتش فيه أفضل طحين استخدمته أبيض اللي هو فينا اسمه فينا دقيق أبيض اسمه فينا لكن هذا استخدمته صراحة مش حلو ما بقولوكم شو اسمه لكنه مش حلو كان فالنية أنه يخلص لأني أخذ عشرة كيلو لكن إن شاء الله يخلص بسرعة خلاص والآن أدهان الخبزة بعد ما فردته أدهانة بالسمنة والزيت اللي دوبتهم مع بعض ورشوا بالطحين لازم كده ترشو كده بالطحين عشان نتورق معاكم الخبز تمام ترشو إذا كان العقينة تقطعت أعطفوا أول شيء المقطع اللي تقطع معاكم بعدين أعطفوا اللي يقوبوا عليها السلم اللي ما تقطعش لكنني الحمد لله ما تقطعتش العقينة تمام خلصوا تعدلوها تمام بحيط إنها تكون معكم مستطيلة كده طويلة تمام بعد كده مرة تانية تدهنوها بالسمنة والزيت اللي دوبنا خلاص الباقي دهنوا أحطوا لأنه ملعقة سمنة وملعقة زيت تأخذ على قرص واحد خبز يعني كمية خبز قرص واحد كبير هذا خلص ورشوا بالطحين بعضهم شوفوا يرشوا بأني طحين أبيض بعضهم رشوا بأني طحين أبيض أرشوا بعضهم رشوا بأني دور الصفراء أني ما قربتش وبس والآن تعطفوا أنا عطفة ثلاثة شفتوا كيف عطفة واحد اتنين ثلاثة بعضهم عطفتين بس كل متعطف كل متورق معاكم أكتر أحطوا في كيس وخليه ترتاح أغليفه بكيس تمام أو شفاف وخليه ترتاح يعني خمس دقائق ترتاح أشر دقائق على البل يعني كده شوية أسوي في المطبخ أشياء وعشان تنفرد معايا تمام تقريبا أنا خلتها كده خمس دقائق وبدأت أفرده حطت طحين بعضهم يفردوهاش على طحين والله يفردوها على زيت أو السمنة يهنون نفسه زيت ويفردوها أنا يفردها على طحين لأن تكون مشبعة بالسمنة يعني يكون فيها سمن خلاص أنا مش تهيش تكون كتير مدهنة وفرده وشوفوا كيف ما شاء الله شوفوا اللي ما يطلعش معه الخبز مربعة تمام تطلع كده مشايزة نحن نقولها بعدا مشاطلة يعني الشكل كل شوية شكل بعطيكم طريقة تخليلكم أمانة الخبزة مربعة تعرفوا مربعة يعني عميتك لما تقولهم مرة ابني لما تعملوا الخبز تعملوا مربع الحافة حقكم كلها تعرف أنك أنت تعملوا الخبز مربع يعني عميتك بتنشر الخبر أنك تعملوا الخبز مربع تمام واللي ما شاء الله أمتي مدحها دايما ما شاء الله قدما تمدح العروسة اللومة تقول لهم بنتي تعملوا مربع وشوفوا الطريقة لتخليهم مربع طبعا أنا عاجي تطلع مربع تمام بس مرات تطلع مشايز معايا جيبوا أي مصطرة أو سكين ما تقطعوا النوش لا تدهوفوا النو تدفوه وتضغطوا أضغط بيدي وأدف بحيث أنه يطلع إن شاء الله يكون فهمتوا شوفوا أدهوفو وكمان أضغط بس ما قطعوش لا وليش أضغط عليه يعني أعدل عشان ما يقع السميك الأطراف يعني شوفوا كيف أدفو وأعدل يطلع مربع أقول لكم أني هندسة يعني أقول لكم مفروض كنت أدرس هندسة لكن وش نسوي صبع الصنايع والبخ الضايع شوفوا كيف ما شاء الله كيف صار مربع طبعا عشان تنقلوه على الغاز أو على الطاوة لازم تعطفوه زي كده لأنه إذا نقلتوه كده وهو مربع يعني بتشايز معاكم بيتغير شكله وخلاص وحطوه على الطاوة الطاوة تكون ساخنة حامية حامية ويقلبوا الخبز عدوا للعشرة وقلبوا الخبز إيش اللي يخلي الخبز ننتفخ كمان التقليب والخبز ميطولش على النار إذا كانت الطاوة عندكم مش حامية الخبز بيقع ما نزل صحن يا بس بينشف معاكم ما بيطلعش طري لازم الطاوة تكون حامية إنه أول ما تبدأوا تحطوها تقلبوها قدو فيه نقاط أحمر زي كده دهبي عرفتو بدأت تشقر أحط عليها السمنة أنا أفضل السمنة تحطو عليها تدهنوها أو ممكن سمنة مع الزيت عادي تبدأوا تحمروها تقلبوها وتضغطو عليها بالملعقة أو ممكن إذا معاكم هذا الضغاط هذا أخدتوهني من سوق البهرة في عدن في مربع وفي دائرة في دائرة صغيرة من سوق البهرة من عدن أخدت واحد كبير وواحد صغير وخلاص أحمر من الجهة الثانية وأضغط أني جهة أحمرة وجهة أخليها أقل يعني أقل من يعني جهة أخليها كثير حمراء أو حمرة كثير وجهة أخليها أخف وبعضهم ميحبونيش محمرة كثير يعني يحبوني دهبي فاتح هذا الشي راجع لكم نحن نحب محمرة الخبزة خلاص تكون الخبزة ما شاء الله جاهزة على طول شوفونا ما تعملوا خبزة وحدة على طول تدخلوا الخبزة بالقصدير عكس ما تعملوا كمية يعني تعملوا خمسة عشر حبة خلاص تحطوها فق بعض وضغطوها بفوتة مطبخ لكن إذا كانت وحدة لا حطوها بالقصدير عشان ما تنشفش معاكم ولا تيبس وهنا قل عملت الشاهي الحليب استخدمت الكدور هذا الشاهي أو الكدور اسمه يمني أظن وهنا بقول لكم هذه العلب أخدتها من كماليات تقسة حبات بخمسة حلوة للصوصات لو معاكم باقي حليب تحطوه في التلاقة وهنا بسرعة بسرعة لازم تنظفوا أول بأول عشان ما تتعقدوش من الشغل لما تنظفوا أول بأول خلاص يجي عليكم الشغل يعني حتى لو بدقوا تعملوا حاجة ثانية وكده خلاص البيت على طول نظيف لأنه تنظفوا أول بأول لأنه نشوفوا على من يغلي الشاي وخلاص بدأت أحط الأغراض رجعين وأنظفوا كده ما خليش يعني ما بقيش لما أخلص الفطار وكده بعدين أنظف لا أول بأول أنظف وخلاص هنا الشاهي جاهز بماشاء الله إيش أقول لكم الشاهي يلصي الكهرباء حق الدماغ حق المخ ولا شاهي الشجرة ولا شاهي السكران ولا زكوة أقول لكم الأسامي عندنا هذه كفتريات في عدن حق مقاهي شاهي عالمية الأسماء وكمان قالوا نعم في كفترية اسمها كفترية شاهي المجانين أو أيها المجانين أقول لكم عدمة الأسامي عندنا يلا الحمد لله والآن ألد خبز شوفوا كيف مورق ولديد وهنا أكيد صرقنا كده قطعان ودوق إيش أحكي لكم الخبز طبعا هو يحبه بالقبنة السائلة والعسل روعة روعة أني دهنتو بقبنة السائلة شوفوا كيف كيف مورق الخبز الآن أني دهنتو بقبنة السائلة وكمان دهنتو بحطت عليه عسل أنتم تقدروا تأكلوا مع فصول يا فول بس أني لما أعملوا ساندويتش يحبوا بالقبنة السائلة مع عسل لما ألوفوا ساندويتش لكن لو كان يعني قرص كامل عادي كده ناكله أعملت جنبه فصول يا فول اللي موجود حتى تونة مرات أعمل يعني شي رهيب وبس والله هذا هو القرص الخبز كده لفيته زي ساندويتش رول وحطيته بورقة للساندويتشات حطيته كده بورقة هنا أدوق كل شوية واني أدوقه شوية ومفروض ما أكلش لأنني شرب الدواء والدواء لازم بعد نص ساعة أكل من الأكل وخلص كده لميته والآن تعالوا نكتب رسالة صباحية عشان يفتح نفسهم للأكل ويفتح يومهم ويعطيهم طاقة إيقابية يعني كده نقول لهم بالعافية هنا وعافية يوم السعيد صباح الرضا دعوة من قلبكم لهم تكتبوا اللي من قلبكم يعني وزوغي طبعا يحب يفطر على السرير لازم يفطر على السرير هدا الكسلان اللي ميرضش على السفرة وبالعافية ليولوكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت سهلوا منكم بالعافية ليولوكم